أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن انتهائها من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية للسنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى خمسة مليارات درهم تقريباً وذلك بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الدولة وأكد وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير شبكة طرق شريانية تربط مناطق الدولة ببعض إذ تتعامل الوزارة حالياً مع مشاريع تطوير ورفع كفاءة طرق اتحادية بقيمة خمسمائة مليون درهم بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية ورفع جودة البنية التحتية التي تساهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين جودة الطرق الاتحادية من خلال تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للمحاور الرئيسية في الإمارات